هذا البرنامج برعاية الهوجي مولا كل اللي بتتمنى عنا بتلقى اشتركوا في القناة ما معنى اكدى اعطى قليلا واكدى ما هو اكدى قال الكديى في اللغة العربية هي الصخرة الصلبة يقولون اكدى الحافر يعني الانسان اللي بيحفر اكدى يعني كان يحفر فوصل الى صخرة صلبة فتوقف عن الحفر اذا ماذا يعني اعطى قليلا واكدى معناه ان الشخص كان يريد ان يعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى عمل قليلا فلما واجه أول عقبة إذا به يكدي أن يتوقف عن العمل ويتوقف عن طاعة الله سبحانه وتعالى من هنا كان لابد للإنسان دائما أن يستمر في طاعة الله وأن لا يتوقف عند حبد معين ليس بمجرد أن واجهته أول صعوبة يتوقف عن العبادة هذا غير مقبول لأن الدنيا أصلا هي ليست دنيا نعيم وإنما دنيا ابتلاءات هذه الدنيا إنما جعلت من أجل أن يختبر الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله ومن هنا كان لابد للإنسان أن يتعامل مع ما يعتريه وما يعترض طريقه من أمور ومن حواجز ومن صخور أن يتجاوزها وأن لا ييأس وأن لا يتوقف عند حد معين لذلك المعادلة الثلاثية التي لا بد أن نحرص عليها دائما أولا أن تبادر اثنين الإصرار على العمل والاستمرار فيه ثلاث التحدي لا نفقد واحدة من هذه الثلاثة أن تبادر دائما ولا تتردد وأن تبقى مصرا على الاستمرار وأن تتحدى كل العقبات التي تواجهك لذلك تجد إحدى الأخوات قررت أن تلتزم الحجاب ثم بعد أن ارتدته وجدت من صديقاتها من تشكك في هذا الحجاب أو تستهزئ به أو تتكلم مع بعض الكلمات شو هذا اللابستي دافني حالك في الحياة مش حلو عليك شو هذا جمالك إلى آخره قال تتوقف عن لبس الحجاب ثم تعود إلى ما كانت عليه هذا حقيقة أعطى قليلا وأكده لما نجد إنسان صلى في رمضان وقرأ القرآن في رمضان ثم ما لبث عندما خرج إلى الدنيا مرة أخرى وذهب رمضان إلا أنه يتوقف عن مثل هذه العبادات هذا أعطى قليلا وأكده عندما تجد الإنسان إذا أراد أن يتصدق فيواجه أول مشكلة أو أول مصيبة يمكن أن يتوقف عن هذا هذا أعطى قليلا وأكده لذلك الله عز وجل قال فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة إذا واجهت في طريق التزامك عقبات وفي طريق طاعتك وجدت هناك عوائق فالأصل أن تتحداها وأن تقتحمها لا أن تهرب منها يجب أن تواجه هذا الواقع حتى تفوز وحتى تكون من الناجحين ولا تكون من الخاسرين هذا يا أخوة ويا أخوات حقيقة في كل جوانب حياتنا ليس فقط في موضوع العبادات البحتة مثل الصلاة والصوم والزكاة والقراءة القرآن والذكر والتسبيح لا هذا أيضا يمكن أن يكون حتى في حياتنا العملية في الأمور الطبيعية يعني عندما إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك وفي مشاريعك وفي تخطيطاتك لحياتك يجب أن يكون عندك هناك مبادرة وإصرار وتحدي لا أن يكون مجرد أول عقبة تقف أمامك تترك هذا المشروع وتفشل في مشروعك لا يجب أن يكون عندك بذل دائم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعو أهله وقع شيرته وقومه لم ييأس واستخدم كل الأساليب مش من أول عقبة تراجع وقال انتهى الموضوع لا أبدا وإنما استمر في دعوتهم في كل هذا في حياتنا نجد أناس ذوي احتياجات خاصة نجدهم حقيقة قد أبدعوا وتحدوا هذه العقبة الكبيرة يعني مثل المصطفى صادق الرافع من أكبر الأدباء كان أصما لا يسمع إطلاقا لكنه لم يستسلم وكان من أبرع من كتب فيه في الأدب الشيخ عبد الحميد كيشي كان لا يرى لكنه من أفضل من أوجد في العصر الحديث في الخطابة ومخاطبة الناس حتى في حياتنا نحن كفلسطينيين السجن عقبة كبيرة جدا لكن الأسرى يتحدونه فيقلبونه إلى نعمة عندما يواجه مثل هذه العقبات بالتحدي ويواجه مثل هذه العقبات بالإصرار هذا ما نريده نحن في أيامنا فإذا ما تكون فيه من أعمال الطاعة إياكم أن تتراجعوا أو تترددوا مع أول عقبة تواجهكم حتى لا تكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم وأعطى قليلا وأكده وإلى أن نلقاكم حلقة جديدة برنامجكم آية وهداية أستوضعكم والله الذي لا تضيع ودايعه أنا محدثكم الشيخ أمار منع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته